ترجمة نانسي قنقر يعني باقتصار وفي صميم الموضوع النص الخاص بعدم يعني وجوب أي تعديلات خاصة بالفترات يعني الفترة الرئاسة فترتين فقط لغير لا يمكن التعامل أو التعديل على هذه الفقرة ولكن مدة الفترة لا يوجد أي قيد عليها وبالتالي تعديل من أربع سنوات إلى ست سنوات يطابق صحيح أنت درست الموضوع الفن طبعا أنا معايا لجنة قانونية أحدهم كان أحد اللي كان الدعم الفني للجنة الخمسين واللجنة العشر طبا أستاذ خالد أسمع تعليق حضرتك على النقطة دي إذا كان النص متعلق بإعادة الانتخاب وليس بالفترة الزمنية لمدة الأساسة يرجع الفندم ليه ضوابط لجنة الخمسين أنا عضو لجنة الخمسين اللي صاغت هذا الدستور يرجع له المضابط ويشوف المشرع الدستوري كان أصده إيه في النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب الرئيس النصوص المتعلقة كلها بإعادة الانتخاب الرئيس لا تمس إلا بمزيد من الضمانات زي ما قالت نص المادة من تنسة عشرين هما قدامهم حليني فندم قدامهم أتعطيل الدستور بالكامل ويطلع كده رئيس الجمهورية أو لكن هما بيقولي فندم إن هما عندهم لتنا أنا بقولي لحضرتك ليقوله اللي يقوله هو دستور من ساعة ما تعمل حتى زي اللحظة يا فندم ما ركون عرفه ولا يعمل بي أصل فيعني ما هما عندهمش مشكلة لو هما عايزين أنا خليني أكمل أفضل هما مين يا فندم حاجة بتقول هما 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 تقصد مين بهم أهو ممثل إسماعيل بي شرف لي أنا ممثل لنواب الشعب نحن كميعا في مركب واحدة هدفها أن تاخد بإيد مصر إلى الأمام أولا المقولة بإن إحنا الدستور معطل هذا كلام ينافي الواقع والحقيقة الدستور يحترم وكلنا نحترم الدستور بل العكس التفكير في تعديل بعض مواد الدستور جزء من احترامنا للدستور لأن الدستور نفسه نص على نوع فندم خليني أنا إيه لك أبرز أبرز فندم أنا مردتش أه 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 أعوز رأس vol أنا أقول وجهة نظري زي ما أنا عايز أنا شايف أن هذا الدستور لاحب ت Lexmah ستقول أن هو معطل يعني أنديكي مثال بسيطة النصوص المتعلقة بنسبة التعليم والصحة في الدستور لم تلتزم بها الحكومة وما حدش تتكلم فأنا فيه لواب أصل ينتقدوا هذه النسبة المخصصة ينتقدوا برحبهم بس ده فيه دستور وافع ليه الشعب بأغلبية صاحبة يجب أن يحترم إلى أن يغير لم يلتزم بيها أحد لم يلتزم بيه في الفصل ما بين السلطات في حجية الأحكام القضائية حاجات كتير جدا نظروا بيه عرض الحقيقة لما بيحتاجوا بيجيبوا يلاقوا مواتي لأفكارهم يطبقوه مش مواتي يعطلوه مش مواتي ممكن يأولوا نصوصه لكن أنا دلوقتي بتكلم على الإجراء الدستوري المنضبط لو عايزين تغيروا عايزين تعدلوا الحاجات دي يجب أن تعطلوا الدستور وتقولوا لجنة أساسية جديدة تعمل دستور جديد لأن المادة ديت ملزمة أو عندهم حل آخر يعملوا استفتائين هيعملوا استفتاء الأول على إسقاط المادة 26 26 الأول يوافع لها الشعب وبعدين يبقى يعطلوا دستور فيبقى بدل ما يعملوا انتخابات رئاسية وبيتكلموا على الموارد الاقتصادية وإن دي هتتكلف 2 مليار انتخابات رئاسية يعملوا استفتائين يتكلف 4 مليار سيادة نائب اسماعيل أبرز ما يسأل عن التعديلات المخترحة هو التوقيت لماذا؟ يعني من المفترض أن نتحدث الآن عن الانتخابات الرئاسية هي على الأبواب فلماذا الآن؟ وإذا ما تم استفتاء وفي حالة أنه تم الرفض الشعبي لهذه التعديلات أنتوا هتعملوا أي فاند؟ أولا بس نتكلم بالمنطق أولا دائما الحجة يعني أننا لما أجل أتكلم لازم أتكلم بموضوعية أولا هذه التعديلات أنا اقترحتها قبل موعد الرئاسة بفترة طويلة وأجلتها ليه أجلتها لأن جميع كل من هو قريب مني أو قريب حتى من فكري أو من زميلي كله كان الظرف صعب في هذه الفترة وقال يا جماعة لو سمحتوا نأجل هذا الموضوع شوية ولكن إذا شفنا الأسباب الفعلية اللي تخلي الواحد ملاش علاقة على فكرة يا جماعة أرجو أن لا نلعب بمشاعر المصريين القصة مش قصة الرئيس السيسي أو غير الرئيس السيسي يعني دول تعديلات دي دائمة؟ يعني أي رئيس أسهلت سنوات ويرشح وراء أخرى؟ دولة نامية تبقى لعلوم الاقتصاد والسياسة لا يصلحش معها خطة تنمية أقل من خمس سنوات وعندي نص سنة المفروض نعلم شبابنا وشعبنا أنه لازم نحاسب رئيس الدولة اللي جاب لنا خطة دي في ستة شهور في نفس الوقت هناك رأيي أن ده دستور استفتي عليه ملايين المصريين يا فنديم أحد أول من يحترم الدستور ولن حد يقدر يمس الدستور ده الدستور ده احنا بنعدل بعض الحاجات اللي فيها عوار سلينا أكمل لك فيها إيه بقى؟ أولا يجب أن نكون صراحاء مع نفسين الدستور ده اتحط فيه وقت كان استثنائي وظروف استثنائية هقولك حاجة عوار بسيط جدا المادة المادة 107 الخاصة بالفصل فيه صحة العضوية تخيلي المادة 107 أحاطت جعلت من محكمة النقط هي تخيلي بقى فيه مادة 210 وده بقى من نوع بس خيلي عرجوك ركز بنوع ما ده 210 بتقول ايه؟ بتقول لا مش ده هو تصل بالموضوع هو ده من ضمن التعديلات 210 بتقول لا المحكمة الإدارية العليا تتولى بحث كافة كل الموضوعات الخاصة بالانتخابات وهي اللي بتتابع الانتخابات من أول أخيرا أحطين البندين متضدين وأبوص حاجة اسمها وحدة المنازع عشان نشمل كل النقطة فضل يعني أنا متأكد أني ناس كتير جدا مع ريش الدستور اللي بيقوله ست النائب مخالف تماما الحقيقة مجلس الدولة مختص أنا بقول المخالف هو من وجه النظري يا شماعي أهو من وجه النظري حدثوه مفضل في كامل يا فن من وجه النظري المادة اللي بتتكلم على اختصاص مجلس الدولة أو القباة الإدارية بالعملية الانتخابية لغاية إعلان النتيجة بعد إعلان النتيجة الفصل في العضوية اللي محكمت النقل ده اختصاص وده اختصاص فمفيش تعارض بعيدا عن الاختلاف الفن الشعب لما يصف نواب وفن المختلفين في تفسير نصوص قانونية وبناء على الاختلاف التفسير ده كل واحد بياخد مصور يعني فيه حد بيقدم تعديلات وغير وغير وإحنا كشعب المفروض يعني إحنا نتعامل إزاي لما أنتو كنواب مختلفين حتى في تفسير النصوص اللي جوه الدستور شايف يعني هو الاختلاف عموما صحي في النهاية زي فان الاختلاف في تفسير الاختلاف في تفسير فيه حاجة أسمعها محكمة دستورية عليا أن يلجأ لها في تفسير النصوص فسأنا عايز أقول ردا على كلمة الوضع الاستثنائي اللي كان معمول في الدستور سنة 2014 الوضع الاستثنائي ده كان فعلا البلد أو الدستور ده كنا بكتبه ودوي الرصاص في ودنة بتاع الإرهاب ما بقولش لا ما زال دوي الإرهاب موجود ما حصلش أي تغيير أنا رأيي فين فقه الأولويات أنا دلوقتي نحتاج الناس الغلابة دي اللي عمال حالتهم تسوق يوم عن يوم ومصادر رزقهم عمال يضيق عليهم ومش عارفين يلاقي يكلوا أدور لهم على خطة تنمية تعليم مستواهم ولا تكلم على المواد خلينا أكمل بقى خلينا أكمل لو سمح ولا إيه الأولويات عايز أي حاجة زي كده حرود عليه سحر يا ستة أنا خلتنيش أكمل لا تفضل أي حاجة لازم نسأل فيها حاجة اسمها ما الداعي قبل ما نقول ما المانع ايه الداعي ده أنا فقه الأولويات هنرجع لفقه الأولويات فاصل غصبا عني فاصل وهرجع لغصبا عني هرجع لك وعد يا فن مشاهدينا فاصل حاضر حاضر مشاهدينا فاصل ونرجع لكم مرة تانية أهلا بكم من جديد مشاهدينا وهذا النقاش عن التعديلات الدستورية المرتقبة أو المقترحة أستاذ سيدناب اسماعيل أستاذ خيال كان بتحدث عن فقه الأولويات ما الأولوية أنتم أمكم كانوا متداعي متداعي متحدث عن فقه الأولويات أنه مش ده المفترض يكون على الأولويات الداعي احنا قلنا ما هو الدستور أصلا الدستير بتوضع ليه الدستير بتوضع عشان تحط مجموعة من الببادئ تساعد في حل مشكلة شعب أو أن هو بيسعى إلى التنمية طيب بالمقارنة بقى للموضوع اللي إحنا فيه إحنا بنقول إن إيه داعي أن أنت عملت كده هقول داعي بسيط جدا جميع قطب الاقتصاد والسياسة وكيفية تنمية شعب في أي مكان يكون مستوى زي داخلنا إحنا نعتبر من الدول النامية لا تقل مدة أو خطة التنمية عن خمس سنوات وكان زمان من أيام الرئيس الزعيم الرحل جمال عبد الناصر كان دايما خطة مصر هي خطة خمسين إذا كان المدة اللازمة لتحقيق عشان تبقى كمان متوافقة مع طبيعة شعبنا وظروفنا الاقتصادية أي طبيعة شعبنا يا فندم يعني أي طبيعة لتتوافق مع التعديلات إن أنا مقدرت أطبق قرارات بترفع الأسعار إيه لو سمح تقنيها كمّل أهو الداعي إن أنا بدي فرصة لأي رئيس مش للرئيس السيسي أو غير الرئيس السيسي إن عنده خمس سنوات طب يا فندم في رأي يقول إنه سيادة الرئيس السيسي عنده فرص أكبر في الانتخابات القادمة يا فندم حسأل سؤالها وإنه فرص أكبر أربع سنين للدول النامية إحنا بتتكلم بكلام العلم والمنطق مش بكلام الله لا الخوف من الماضي والإحساس إن كان فيه ديكتاتور لا أنا ست سنوات بقول خمس سنوات خطة خمسية ست شهور حسب الرئيس طبعالها إنت حطيت لي خطة فين تنفيذها ست شهور عدة دولة الانتخابات لو جامعتي دولي طلعوا ست سنوات الموضوع مش موضوع أسمع تعليق أستاذ خد عنه أنا عايز أقول إنه الدستور اتحط مستندا لمطالب جماهرية كانت بيتردد أصدقها في الشارع من 2011 إلى 2013 كانت على رأسها الحرية وعلى رأسها العدالة الاجتماعية وعلى رأسها التحول الديمقراطي العنوين دي كلها لجنة الخمسين لما حطت دستور استجابت للرغبات الشعبية العارمة دي وعملت نظرية في التحول الديمقراطي وفيه توازن سلطات ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية توازن ده بيضرب بيه بيقبس بيه في اللي هما بيقولوا ده يعني تقريبا بتضربه في مقتل وعايز أتغيري تاني بدل ما تبحثي بقى فكرة الأولوات يقول إيه بدل ما تبحثي عن ده ابحثي عن فكرة الحيوية السياسية والتعددية السياسية اللي إحنا مش شمنها ما عمدناش لأحزاب ولا عمدنا حيوية سياسية ولا عمدنا تعددي يبقى مفروض أنا أدفع كبرلماني خليني أكمل المسؤول إحنا المسؤولين إحنا كشوة أيوة يبقى أنا الأولوية إيه يبقى الأولوية أبحث إيه اللي يدفع في سكرة التعددية وإن أنا أعمل تداول سلمي للسلطة إزاي وإن أنا أعمل أحزاب إزاي مش إن أنا المنجز الوحيد ياسمعين بيه المنجز الوحيد خليني أكمل بس كلامي أنا مبقى أطعكش المنجز الوحيد اللي عمله الشعب يا فندم كان هذا الدستور هم مش طيقين لا 25 يناير ولا مين قال كده ياسمعين بيه ياسمعين بيه يبقى علق علي يبقى علق علي زي ما أنت عايز أنا مبقى أطعكش هو الدستور و 25 يناير أنا رأيي لما يجوا يعبدلوا أنا رأييي لازم يغيروا كمان دباجة الدستور اللي بتتكلم عن عظم تصورة 25 يناير لازم يحزفوه لأن يعني رأيي أنا بقول لهم بنصحهم يعني لأنه فلسفة الدستور دي حتة على بعضها وأنا رأيي أن تغيير المواد دي كلها يخلي الدستور ده بلا قيمة وأنا رأييي لازم يسقط الدستور على بعضه ويعملوا بقى اللي في دماغهم بالزبط لأن الدستور ده استند على عملية تحول سياسي حصلت في البلد دي وعملية تغيير جزري حصلت على الأرض ترجمها الشعب المصري في الدستور ده من الصفحة دي من أول صفحة لآخر صفحة فلو عايزين تنقضوا على مكاسب الشعب المصري أنا رأيي اسقط الدستور ده وما تغييروش تعمله الحاجات دي كلها أنا عايز بس أقول أنه هتغيير فاني رد ما تقول طبعا يا فاني يعني أولا ما نقل ده إحنا أول من ندافع عن صفحة طبعا والدستور نفسه نص على هذا الكلام ما علاقة هذا بتعديل البند إحنا شايفين إحنا مش بنتكلم بنتكلم لمصلحة بلد مش لمصلحة أشخاص أنا شخصيا وأنا بأكد الكلام ده في كل وسائل الإعلام أنا راجل اللي يعني فكرت في هذا الموضوع أنا عندي مركب ثلاث دعمات في الشرية التجاهية وأعرف إن أنا ممكن أموت أي لحظة لكن أنا بعمل حاجة تخص بلدي مصر أهلا بكم من جديد مشاهدينا وهذا نقاش عن التعديلات الدستورية سيادة نائب أرجعلك عشان ما تقولش إن أنا قطعتك أهل وقتك تفضل كامل نقطة كتابل المجازة تفضل يعني أنا عايز أقول في الجزئية اللي كنت بشرحها لتساعدتك أولا طبيعة أي دستور زي ما اتفقنا إنه بيضع طريقة وحلول لمشكلات مجتمع مين قال إن التعديل يعتبر يعني نوع من التعدي على الدستور بالعكس ده جميع الدستير اللي من أول 71 ده غيب حتى دستور 2014 كله بينص صراحة جواز التعديل لإن هو التعديل مش اللي غرض التعديل لتصحيح حاجات تمت في ظروف غير ملائمة طيب حضرتك من ضمن الأزمال تحدثوا عن إنه الانتخابات دلوقتي هي تكلفة مالية لكن كمان الاستفتاءات لو فيه استفتاء حسب مين قال إن التكلفة ده ده أحد البلود بنقول إيه لما دولة نامية وبنقول إن خط التنمية محتاجة خمس سنين وإن محتاجة ستة شهورة حسب الرئيس وستة شهورة عدة دولة دي ست سنين هل ده أفضل ولا كل ثلاث سنين في السنة الرابعة جاهز ثلاثة مليار عشان أصرفهم على الانتخابات شعب فاقير مش غير أفضل نعمل معاك كده؟ طيب اتفضل سنين مش قصد أقول على حضرتك يا اسماعيل بيه عشان ما تأتاني طيب أنا بقول كل اللي بيفكروا أو معظم عشان كل تعميم خاطئ حتى تعميم هذا كل اللي بيفكروا في هذه التعديلات تفاكرين إن هما كده بيصندوا مشروع الدولة المصرية ومقتنعين بدا أنا بقولش إن هما مش مقتنعين بيصندوا الرئيس السيسي أنا رأييي هذا ضرر كبير جداً لا المساعدة لو سمحت دولة خليها خلينا نفضل اتفضل 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 فهم فاكرين كده وأنا بقول لحضرتك اللي بيحصل ده أكبر ضرر للمشروع الدولة المصرية لعنوانه الرئيس عفتاح السيسي لأن الأمم دستيرها بتبقى في منزلة هي طبعا ليست عصية على التعديل ومش نص مقدس على بناغي الكلام ده جدا ولكنها لا تعدل إلا لضرورة قصوى إلا لاستضامها بمعوقات إنها بتعوج فعلا التقدم الدستير ما بتسقطش أو بتعدل غير في صورات أو فيه أمر بيبقى مريع لكن استسهال أن أنت أي حاجة مش عجباكي عايزة تعملي شكل معين عايزة تعملي معرفش فتروحي للدستور بسرعة أتعدليه ده كلام في منطقة الخطورة لأنه بيلقي بظلال على مشروعية دستورية إحنا دلوقتي انتقلنا من الشرعية السورية لشرعية الدستورية لإحترام الدستور لما أنت كل شوية عايز مادة مش عجباك أو متصدمة مع غرض ما أو مقرب ما حتى لو كان هذا المقرب شريف وعظيم يعني مش دي القضية تقول تغيره دي دول لا تنبق عن استقرار ولا يمكن أمن تشي بأنه البلد دي مستقرة والاستثمار لازم يجي بناء على اللي قلت وحضرتك هل تعتقد أنه مصر هتشهد انتخابات 2018؟ بالهم ما بيعملوه لو مشوا فيه ما فيش هتبقى فيه انتخابات بس يعني أنا عايز أقول التعديل كمان يا اسمعيل بيه يجي بعد التطبيق هل إحنا طبقنا الدستور؟ ده إحنا لبنا بالدستور بعرض الحائط في حاجات كتير جداً ولن نطبقه حتى هذه اللحظة لن نطبق الدستور في حاجة هل إيه يعني طبقناه وتعصرنا؟ أولاً لم تتم هذه التعديلات المقترحة ليست لها علاقة بالانتخابات بمعنى أقول لك أن هذه التعديلات لو تمت مش هتطبق على الفترة الأولى من الرئاسة لأن الفترة الأولى تمت تبقى للدستور محدد برمحسين لكن تطبق في الفترة الثانية من اللي جاي الفترة الثانية؟ حد يعرف؟ حدش يعرف إذن دي ما بينجملش فيها هل رئيس ولا غير رئيس الجزء الآخر التعديلات المطلوبة بنقول دي مش حاجة كمالية دي حاجة أساسية زي الجزء بتاع التعديل للفقرة بتاعت مجلس الدولة ليه؟ أنا مطلوب مني أنا عدد القوانين في مصر يصل إلى 34 ألف قانون تخيالي أن 60% من هذه القوانين مر عليها أكثر من 40 سنة إزاي حشغ البلد وخليها تتطور وتنمو إحنا بتدور على أهداف صورة 25 ألف وصورة 30 طيب الصورتين دول مش بيقولوا أن البلد دي تتقدم الشعب اللي بيعاني ده مش محتاج قوانين تتعدل عشان أقدر أنجح في النواحة الاقتصادية اقتصادية مهما عملت فيها من إجراءات اقتصادية لا تصلح إلي اللي بتشريعات منقتلة إيه دخل ده بدأ إيه؟ طيب الكلام ده كله الغرض منه خدمة هذا الشعب وليس خدمة أفراد ولا خدمة الكلام الإنش سهل طيب سريعا سريعا في الإيابة إيه إيه علاقة التطور وتنمية بلد بالتعديلات المقترحة من قبل حضر إن لما أعرف إن بلدي مش ينفعش يتم فيها تنمية حقيقية إلا بخطة خمسية وتحتاج زي الخطة خمسية للمؤسس والمتابعة يبقى ده ضرورة قصوى ونص عشان حافظ على بلدي عشان أقدر أدي فرصة الناس بتجري بتنهج من الجافة أنا هقول لك كلمة أخيرة مش أنت عايزة كلمة أخيرة أنا بقول لحضرتك العبس بالدساتير أو تفصيل مواد في الدساتير لعنة تاريخية يقروا الطريق ويرجعوا من دستور 23 اللي أسقطوا في سنة 30 واللي تسبب في سقوط حكومات في سنة 35 أكمل كلمتا اقروا التعديلات اللي عملها السادات عشان يخلي مدد ومش عارف إيه ولم يستفيد بيها واستفاد بيها حصي مبارك بعده وقعد 30 سنة اقروا في التاريخ عن محمد مرسي لما عمل الإعلان الدستوري اللي عصب برضو به بالنصوص الدستورية المستقرة حصل إيه بعدها أنا بخلمك أنا بقول لك أهوت وبقولها على الهوى لعنة تاريخية تعديلات الدستورية أو العبس بالدستور لعنة تاريخية افذكروني مسألة تعديل الدستير مسألة مهمة بل جد خطر للحفاظ على الشرعية الدستورية نائب إسماعيل ناصر الدين عضو مجلس النواب وصاحب تعديلات الدستورية شكرا لك نائب خلاديوسف عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخمسين كتاب الدستور 2014 شكرا لك اشتركوا في القناة